احنا في مركز وطن الشبابي عاملين حملة ومبادرة لتنشيط الأطفال الصغار والتفريغ النفس والإنفعال لأطفال بعد الحرب والقصف الدمار اللي تعرض له عائلات فلسطينية وغزة والحمد لله رب العالمين لحتى لانتصرنا شغالين عاملين برنامج وحملة مبادرة لستة عشرين مدرسة ومركز إيواء في المحطة قطخان يونس فرحنا كتير يعني كنا احنا كتير خايفين من الحرب اول ما ايجي كلنا جينا هيك ومنجري اول ما ايجي فلحولنا غانة وفلسطينية ودبكنا وغنينا وعلعبنا كتير من بساطنا اليوم طبعا الأطفال طبعا أغلبهم بكونوا بعانوا من الخوف من القصف والصواريخ واحنا ووظيفتنا ومهمتنا انحنا نفرغ عن الاطفال انه من حقهم كأطفال حقهم زي أطفال العالم البدين انه يفرحوا حقهم كمان تحت ضل القصف والضمار انه يفرح ويعبر عن نفسهم كأنه منحق ويلعب ومنحقوا ان يفرح منحقوا ان يمبسط كالأطفال الفلسطينية واطفال غزة بالذات هم أفضل أطفال في العالم لأنه تحملوا حاجات كتير كتيرμ كتير في حين أن أي طفل من أطفال العالم لا يستطيع أن يتحمل ضرب وقصف وضمار وطيران واجتيحات ونزوح وفي غياب الكهرب وغياب الماء وغياب الغاز وغياب كل الأساسيات والمقاومات الأساسية للحياة ترجمة نانسي قنقر